السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين الزول في الله وإني يا جماعة الخير يا الحباب كيف الحوال والله أنا جده مسرور يعني مسرور ليسبب بمبسيط هذا الجماعة هذو اللي تحكموا في البلد لما يدخلوا في صراع الأجنحة الجناح القوي يطيح بالجناح الضعيف ولكن ما نخرجوش من هذا البوتقة منتع الصراعات اللي لم تنتهي ولا تنتهي منذ 62 هذي المحاسبات التاع الديناصورات اللي شاركوا في النظام الجزائري من عسكريين ومدنيين اللي هما مسؤولين مرموقين من جنرالات وغيروا أساء حكومات اللي رأهم في السجن يعني كم الجنرال اللي رأهم في السجن يعني اللي شوه الصورة عن تاع الجهاز انتاو كما هذو رؤساء الحكومة اللي شوهوا أيضا الصورة عن تاع الدولة الجزائرية يعني كيف العقل تعني يقبل بللي رئيس حكومة فسد وهو يشرح في القوانين ويعطيه في الأوامير باش يطبق القانون يعني مدام ما فصلناش فهذا القاضية عن تاع الفساد ما رأينا شرحين نتقدموه ورايحين نمشو لواحد الدولة لتنبذ هذه الأفات هذه هذه الأفات اللي هي في الحقيقة لو اخذينا الأمر بيجيديا كل فاسد لازم يعدم كل فاسد لازم يعدم ولكن هذا اللي يجي يحارب الفاسد هو فاسد إذن هذه هي المشكلة احنا عندنا في جزائر لما يجي واحد فاسد يحاسب فاسد أنا هاد المعادلة ما زال ما تفهمتاش وما دابي اتعلقوا عليها في هاد الفيديو والله ما زال ما تفهمتش وما لقيتش الجواب يعني متى نجد يعني الناس اللي خافوا ربي والناس صارحين والناس نزهاء ونمخلطين اللي يخرجونا من هاد الورطة اللي رانا فيها يعني واش يخرج الشعر ملعجين باش نقصروا الحديث يعني اليوم عليش قلتك امراني سعيد لما سمعت يعني المحاكمة تعسيدي السعيد ولو هاد المحاكمة جات متأخرة شوية جات متأخرة ولكن مليحة مليحة علاش باش احنا نتعذو ويعني وربما نفرحوا لمثل هذه المسائل اللي تكشف للرأي العام كل مسؤولين الجزيريين اللي جازوا على المسؤولين التحم كانوا يكذبوا علينا كانوا يكذبوا علينا باش يربحوا الوقت وباش يرضوا سيادهم اللي في الداخل وفي الخارج ومن هاد المفسيدين والفاسيدين هاد الامين العام السابق تاع الاتحاد العام 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 الجزيريين مدعو سيدي سعيد عبد المجيد شكرا ما يعرفوش هذا اللي كان يسبح بحمدي بوتفرقة هذا اللي يقول يقول بلينتمنى ويكون امير علينا يعني جاي من المغريب مجمعة وجدة يجي ويتمنى باش يكون امير عليه يعني باش شوفوا من وسط الوقاحة قلة التربية قلة الأدب هذا اللي في واحد الوقت سب الشعب الجزائري سب الدين وسب الأمهات انتعنا رايح نوريلكم الفيديو على كل حال التاريخ نظن بلين الشعب الجزائري شايف هذا الفيديو ولكن احنا نريدو نذكركم به باش تعارفو هذا الديناصورات انا نسميه ديناصور هذا سيدي سعيد المحاكمة انتعو طونت بزاف على كل حال وتأخرت وهنا نترح سؤال لماذا بهذا الوقت بزات في حين ان السردان ويحيى فيها حتى كلام اللي قلته في فيديو سابق ربما سيطلق صراحهم وربما سيقضوا باقية أيامهم خير الشيجن لا اظن ذلك ولكن الواقع يقول هذا الكلام على كل حال حتى من ادخلوش في هذا الاحراج يعني من احرجو الشعب الجزائري حتى من ما نخيبوش يعني في الامل انتاعو نشوفوا هذا الفيديو اسمعو 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 قبل سقوط بوتفلقة يعني منطقة قبائل تحركت وتنبأت لسقوط بوتفلقة منذ شهر فبراير ومارس فيغري ومارس هذه البطاقات نحب نوريكم على كلها الفيديو بالصوت والصورة احتراماً لهذه البطاقة ترمز للدولة جزائرية كمن بطاقة بالمئات احرقت ويتحمل العالم الجزائري يعني بشوفوا هذا ساعت سعيد وينوصل للشعب الجزائري بشخل الشعب ينفاعل وينطافض يعني بدون وعي يوصل حتى يحرق يعني هذا البطاقة هي بطاقة تابع الاتحاد العام العمو الجزائري اللي هو لسان حال اللجنة المركزية التاليوجيتية اللي هي ذراع النقابين تعدولة تعالعصابها إذن وفيه يعني على كل حال مباشرة بعد سقوط بوتفريقة في 2 أبريل 2019 فيه أيضاً مسيرات يعني عظيمة ووقعت العاصمة ووقعت في منطقة قبائل للمطالبة باستقالة هذا السيد الساعي في ذاك القيص يعني يعني الشعب الجزائري كان واعي قبل الوقت بللي هؤلاء لازم عليهم أن يذهبوا أن يتركوا الساحة لأشخاص نزهاء مخلصين يعني يمكن تشوفوا يعني هذا السيد الساعي بعد سقوط بوتفريقة كيفاش نقلب على بوتفريقة وصبح يأيد المؤسسة العسكرية وصبح هو يتكلم باسم الحراك الجزائري كأنه هو مع الحراك يعني بعد سقوط بوتفريقة وكان يأيد القايد صالح الجماعة حتى يبقى في الكرسين وهو كان يدافع المصالح شخصية وشوفوا الفيديو هذا بصوت والصورة رحمكم الله السمعون يقول لنا ما سيتمشي الحراك الحراك كيدا منها هايا الموضع فالأكل ما قشفنا احنا كونساني دين كونساني دون الحراك إلى الأجمع وما دينا شكرا بوتفر في نفس عملنا الديان أو ديكرا السيوم لبوسو مارسوين خضينا بوتف كاتحاد العام وما تزيريين في مني خلص الحراك لك ما عدنا حتى الترش في هذا الفيدان نحن الديمقراطيين ونمشي الديمقراطيين وكوننا نحن هذا بتاعنا موسى موسى الحراك وسهلتنا ان شاء الله نبني الجمهورية بنغوضو بالصفة وبالاستقرار ما مش موجد حماية تعاملين كالنقبيين نبقى من ناس اللي ما يحفظوش على الانستقرار الانستقرار هو الأساس ومسانتنا للجراء مساندة قوية والأخوية والميضاني والنقبي سوفوا الفقرة الثانية اللي يتكلم على الجيش سوفوا دروك جانب من المسيرة وقعت في ولاية بجايا بمنطقة القبائل سوفوا سوفوا موسى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا أنا أتمنى أنا ما يخرش مسين لأن كل ما جارة في هذه 20 سنة تعبوتفنيقة كان هو ربما اللاعب الأساسي لأنه كان مسيطر عن المؤسسات الاقتصادية لما خلالها تنتعش وتروح يعني نحو إنجاز مشاريع اللي كان يطمح لها الشعب الززائري وكان داخل في خطة سرية مع بوتفليقة وخاصة مع السعيد بوتفليقة إذن كانوا واحد العلاقة خفية خطيرة جدا بين سعيد وحداد وطحكوت ووحيا ذنك هادو اللاعبين الأساسيين اللي كانوا مورا يتخباوا مورا سعيد و بوتفليقة يعني أشياء خطيرة حدثت في هذه الفترة وهنا باش نختم هادو الفيديو باش يكون قصير هادو الجماعة نتع القبيل ستع السيرفيس لكا دي سي رايح ندل هاد فيديو عنوان يعني بمناسبة محاكمة سيدي السعيد هادو هما الجماعة نتع قبائل السيرفيس لكا دي سي وجماعة وجدة منذ اثنين وستين هما اللي يفسدون البلاد لما نقضوا على جماعة وجدة ونقضوا على هاد لكا دي سي باش ميجو ناش بكا دي سي جدد واحد اخرين ليراه النظام يحضرهم في القائمة في منطقة القبائل حتى لأكشف كل خيوط على كل حال يا هادو أنا رسالتي مجهة لخوتنا القبائل حذاري 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 من استعمالكم أو استعمال بعض دي كا دي سي موجودين حتى في منطقة القبائل ومنخرطين أو مسؤولين عن تنظيمات سياسية هي معروفة مثلا الأفلان وحمس يعني هذه حركة حمس اللي رهي تنشط بكترة في منطقة القبائل عن طريق جمعية خيرية لتدخل المتاشر وتروح توزع يعني بعض الماعونات يعني ولكن هذه القضية عندها خلثية بعيدة النظر يعني حابين ينكسبوا قلوب منطقة القبائل القبائليين حتى يتمكلوا ويسيطروا ويغيروا حتى من العادات انتعى المنطقة ركم شدت انتم وفي بعض المناسبات يغيروا حتى شكل اللباس يعني أصبحت الجبه القبائلية منبوذة في بعض المتاشر يعني حتى أصبحت البنت أو الزوجة أو العجوزة يعني تغير من الهندام من تحر اللي كان ولثناه يعني منذ ألف سنين إذن حذاري من هذ ديكاردياس هذو وجماعة اللحية ديكاردياس وجماعة أفلان وجماعة الأراندي هذولي راهم رايحين اليوم يعني ما نش باقي نقول كلام واحد أخر يعني حنا عدلة معطيات في اللي هذ راهم ينشطوا اليوم في الميدان يعني مايرقدوش مرمش يرقدو رام يدولوا منوابة ليلية كيفاش يعني تمكنوا باش يسيطروا على هذ المنطقة لأن هي اللي راهي باقي اليوم في الجزائر صامدة وواعية وراهي تكافح وتناظر بطريقة سلمية باش تجابة هذ العصابة أما بقية الجزائريين هذي حقيقة نقولها يعني ستة وخمسين ولاية راكدة راكدة يعني راكدة في سبات عميقة وراهي تشطح وراهي راكم شدوا يعني شهر رمضان يعني كيفاش جاز يعني قلة حياء يعني هذ القنوات اللي جوزوا هذو السكتشات كأننا يعني في خير يعني وعندنا الحليب وعندنا السميد وعندنا الزيت وعندنا السكر وعندنا وما أشبه ذلك يعني أصبح الجزائري اليوم غير مهموم غير مهتم بالمشاكل الأساسية نتعوا وين الثروة نتعوا وراهي تنهب ليل النهار وتحول إلى هذو جماعة القناظر تار الخليج وخاصة هذي دبي الدهب الذي ينهب والبترول الذي ينهب والغاز الطبيعي الذي ينهب يعني كل ثروات هذ الشعب يصبح اليوم فقير ما يلقش لكم تعيشوا واليوم النظام يحاول يعني بالصفة انتعوا يدير ذر رماد العيون يعني يزيد المتقاعدين ويدير من حتى بطلاء يعني السكتو علينا برك ولكن الأساس هو الجزائري لازم يصبح في نصف مستوى أبناء تبون وأبناء الجنرالات وأبناء رؤساء الدوائر وأبناء الولاة وأبناء رؤساء البلديات يعني هذه الطبقات هذه اللي خلقوهم يعني خلقوا رواحهم مراتب وهم جاءوا من العدم يعني جاءوا من العدم واستغلوا هذه المناصب اللي بتتهالهم الدولة يعني وراحوا داروا ثارق فعش يعني وحولوا الأموال تعجزيرين وسرقوها وحولوها البنوك في خارج هذا هو المقصود من هذا الفيديو على كل حال هذه المحاكمة يعني أنا نشوف باللي هذه محاكمة ظرفية ربما مخطط لها من قبل يعني يعني منذ سقوط بطفلقة في 2 أبريل يعني وسيدي سعيد لم يدخل السجن يعني أنا بقي تحير أنت رح سؤال على نفسي كيف لهذا الذي كان اللاعب الأساسي في بقاء بطفلقة 3-20 سنة ولم يحاكم ولكن يحاكم اليوم لماذا هذا السؤال بالبنز العارض لماذا يحاكم اليوم سيدي سعيد مع محاكمة سلال وأوحيا هنا اللغز الكبير وانتظر منكم يعني في التعليقات ربما تشيدوني أنا رسيح بس وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته